طيب بالنسبة لسؤالك الصلاة صلاة تحية المسجد قبل المغرب تحية المسجد يا أخواننا عموما في أوقات النهي وأوقات النهي متعددة منها ثلاثة ما جاءت في حديث رافع بن خديج رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاث أوقات قال الصحابي ثلاث أوقات نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصلي فيهن أو أن نقبر فيهن موتانا قال إذا طلعت الشمس حتى ترتفع وإذا جاءت إلى الغروب أو كانت عند الغروب حتى تغرب وإذا كانت الشمس في كبد السماء ثلاث أوقات منهي على الصلاة فيها وفي حديث ابن عباس في صحيح البخاري أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس وبعد العصر حتى تغرب وكان عمر الخطاب رضي الله عنه يضرب الناس عليها وكنت ممن يضرب الناس مع عمر عليها صحيح البخاري إذن دي أوقات النهي الشمس في نص السماء الشمس يا دوب مارقة لحد ما تصل قدر الرمح كده يعني يعني بعد ربع ساعة من الشروق والشمس لما تقرب من الغروب دي ثلاثة أوقات وقتين تانين بعد صلاة الفجر لحد ما شنو تطلع الشمس وبعد صلاة شنو العصر لحد دي ما تغرب دي خمسة أوقات لنهي عن الصلاة العلم قالوا منهي فيها عن التنفل لاحظ لكن ذهب الشافعية الراجح الشافعية رحمه الله تعالى إلى إن الصلوات السببية يسموها ذات السبب بالجوز في وقت النهي ذات السبب واحد صلاة الاستخارة دي صلاة ذات السبب ما نفل مطلع يعني تمكلكم عندك موضوع عاجل زول جاك داخل دار بيتك ويتب تعرفه وكده لكن دار تستخير مش فيها استخارة تصلي الاستخارة ولو بعد العصر ولو وقت الزوال ولو بعد الفجر صلي استخارة ركعتين السخارة تصليم بعد ما تسلم ترفع يدك بتدعو الدعاة على السخارة المعروف حديث جابر تمام اتنين من الصلوات الزوات السبب صلاة الجنازة الناس مثلا في بعض العصر توفي إنسان بعض العصر يصلوا عليهم صلاة الجنازة دي صلازة سبب يعني في سبب معين دا عليها ما نفل مطلق مش قمتساي كدر تتنفل لا في سبب سبب الجنازة سبب الاستخارة سبب دخول المسجد تحية المسجد سبب من الأسباب شكدة دي بسموها صلاة سببية لو دخلت المسجد بعد العصر تصلي ركعتين لو دخلت بعد المغرب قبل الصلاة برضو تصلي ركعتين لو دخلت وقت الزوال برضو تصلي ركعتين فدي شنو يا أخوان اسمها صلوات شنو سببية وده الراجح من قولي الشافعية رحمهم الله تبارك وتعالى وأيضا الصلاة يا أخوان بعد المغرب يعني بعد الأزان هذه سنة وماذا دخل في وقت النهي قبل الأزان تمام عند المالكية يخشو قال سدا للذريعة إنه تدخل في صلاة المغرب أو يضيق وقت المغرب فعندهم ليس من السنة عند المالكية لكن الراجح إنه هي من من السنة يا أخوان صلاة ركعتين غير تحية المسجد غير التحية ممكن تصلي ركعتين لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم في سنة نبي داود قال صلوا قبل المغرب ركعتين صلوا قبل المغرب ركعتين قال لمن أراد في الثالثة لمن أراد يعني سنة الدائر يصليها المدائر ممكن يتركها